حيث صديا اليوم رافيلم ميكسيكي كيفاش واحد القاسرة مسكينا غادي تلاحل واحد الزواج وشنو غيطرة مع العائلة ومعامن غادي تصاحب ويدي جمزوجة معاه وفين غادي تمشي في الخير وكيفاش غايتخرج من ذاك شي وفين هي دابة وره هاد شي كامل السلام معك خولة في عمري دابة 29 عام وعيش دابة في ليون فرنسا تزاديت وسط جو عائلي عادي أبديالي كان كزار كيبيع الحمد والأم ربت بيت وأنا الكبيرة في أخوتي بابا رزق الله غير البنات ومعامره كان عنده شي مشكل معنا القادية كان كيقول ديما الحمد لله رب رزقني بالبنات حلانا تحسن من شراس طروب وركبي يقلس لي فراس الدرب ويدرب الجوانات هذا بل يكن كيبرد على راسه ورابه وتشراس طروح ديلك المحل ياخدوا مني انت تعيه وعقنا ذلك البنت كتبقى حنينة على والدها وإلا كبروك تكون عندهم ديك القادية دي اللاتينة أكثر من الدراري هذا بالصح كانت علاقتنا بالأب دينا علاقة تحب كان عيط لنا غير بالكبيدات والغزالات تقول غير شي مراهق كي تغزل بحبيبته كان عاطينا الحنى الكامل وبزيادة باش ما يخليش البراني ما يدير وفي صراح هذه فكرة مزيانة أدوك لكي يبقوا له حبناتهم في الزناق ناقصين حنان ايش تدارك شي واحد يعطيه الحنون والبنون في كالطورز وبتاليامات كنت دخلوا انستغرام كنت دخلوا يدوك الريلات واللقطات وانتي 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 مغريبيات كترتوا علينا كلها مرة عايش بكم شواء هتشدوا بدافشي شكل بخير بقتونا دراري ما يبقوا عارفين واشي يصلاعو واشي يربيو الشعر واشي يتبوكسو واشي يتنقى واشي يتوسخو هذا ما بالتراند ديال كالطورز ويسا كتقدر معادة وكي يختار الصوت واشي بيخير ويدير فتاوة ديب ممكن يقدرش بزا واشي بلاخير تتوكلا تاكوز دي 15 درم مجهت اما السير درب المحية وكي تغوش بيه في الدار يصحب لهم الزلزال ستقول هذه كالدوية غير علبة فين الدور ديال الام مامالله يسمح لها كنت مره عصبية وكالواليد كتقهرب غواتها ونقير وخبابا مسكين قادر يهرسها يدير لنا الاعتبار ويتجنب صداعات معا ولكن هي بقاس صراحة ما تحشمش كون شاركت في شي موصابقة كون شدت ميدالياتها في أولمبياد لندن ولكن كنت عيشوا مع الوضع كانت تربيتها قاسحة ومجهدة عكس الواليد تماما ديما نزلها لنا بالأعصار المهمة وصلت لكم الفكرة لكم عارفين النوع ديال الناس اللي يكونوا بحلها مرادة بالأعصار حسنا ستبدأ النهار كنت نقرف الثاني إعدادي السن ديالي السنة 14 عام وكنت ديما فوق ممن بغير مدراسة كنت أصبح نسميه حمد وأصلا هو اسميته الحقيقية حتي السهل نطلعوه في العمارية كان شاب عنده شي 38 عام 38 عام مده بقى الشاب بدأ الشيب خدامه الضرف في الدولة طنو بيلته وديما يتبعني الكوليج أنا كنت جنب نقولها لبابا وكنت جنب صداعنا أصلا ولكن أنا ما كانش كيتنازل لدرجات جاب دارهم وجا خطبني من الأب ديالي وعندك الزر بدأ جا خطبك أنا كنت عارفة بلي الأب ديالي ما غاليش يقبل ولكن للأسف الوليدة ضغطت عليه وخلاته يقبل كالمبرر اللي عند الأم ديالي هو أنا عريضة والمفاتين ديالي خرجوه إذاً ماشي قاصر تشير معند دولارات سلسة جدرية بقى صغيرة كنتمشي للكوليج اش من مفاتين ولا بغينا نديرو العقد وتزنع عن طريق المحكمة اللي اعطعتنا الرفض القطعي وممنوع منع كل ينتزوج أهو الحمد لله لكن عائلة العريس والأم ديالي وأبغاوا يزوجوني بالزز وتزوج بالفاتيحة في السن ديالي يلا وصلت 15 عام أدرا خصوم الحبس ما فاهمة والو وما عارف شنو طاري كل شي ناشط وضاحك إلا الأب ديالي مسكين الدمعة في عيني حبسة غير بالزز كنت عارفة جاحي متاز مام مارت كيتسناني ووخحنا ديالين غالفاتيحة الدار العرس قدام الناس في الشاريع وحضروا بزاف وتحجموا وقفات الاغتصاب والترهيب اللي طاري سالات الحفلة وانا في نظاري غير هاتشي غايدوز ونمشي لدارنا الناس بالأحضان ديالي الأب ديالي واخوتي كتاك يديني لدارهم تخيلك تكون عيش في بلاسة وتولي في بلاسة ووسط عائلة كلها ولا تت تا واحد ما يحنى عليك من غير خوص صغير اللي كان مسكين عمره ديك ساعة 19 عام وهذا ديه 19 عام وراح شو ما يتصعب معك كان كيشري لي يقع الماكراف الزنقة واي حاجة بغيتها كان هو دك النور اللي كان في ديك الحفرة كلها واحد في دلكون عنده أحلام وعنده أماني ورغبات ماشي كنا كنا نوصلون حقوها ماشي كنا ما كنا نوصلوش ولكن ما كنضنش شي واحد يبغي يعيش تحبس ويتمارس عليه جميع أنواع العذاب النهار و بالليل النهار سالة العرس مشيت لدارهم دخلوني لواحد البيت أنا مفاهم مواله ناد السيد ودك يتحرش بيه بواحد طريقة كدير تقيام من لي ما بغيتش نعاس معاه ناد هذيب البشري وللأسف منه عداد مكبوت مزعزع شدني صدليه فمي وهددني أنا كنت ما زالة خيفة ما عارفاش وما فاهماش تاشوا واقع ولكن كنت تحس بلياد الشي غايبقى معايا مادة الحياة ودال يادك الشي بلا شفقة ولرحمة قبل ما نقول لكم العذاب اللي حسيت بي وبقا كيتكار فصلية حتى سالة باش خرج السروال دارهم فهوه لا حياة باقي بنهادم في المغرب كي خرش السروال رمبوزان ما هو رياء هو ومن خرجه ما فرحان طوله هو كيف تاخر بينه وتزوج أسباه عدد كبير للناس كي اسحب لهم الشرف هو البكارات و هو يمكن يغلط حياته كاملة ويمشي في الأخر يأخض ت gideفعョ زيما ما رما متقول بكل راجل وأن تلقا ديالي قالت ب错 مقرباش نزيدوها أزعبا اصلا كتقدر تدير بلسي عاجقة تقدر تمشي تمام нужد عملية وما تعرفش مهم بكيت وتألمت ولكن رالا ما فر ما صاري وما صار بزافة لبنات هو هذا تلست شي سيمانة شافيت بعدها شوية وكان ادر غير على الجسد ديالي ماشي نفسيتي حتى النفسي ستبقى ديما مريضة وصعيب تعيش مع الوضع واللي تمني نفاق نحل عيني وان في الكوزينة نضرب تمارا ونسالي ندوزي إما نخمل دار ولا نصبن ولا قديش يشغل وفي الليل كي يجي ذاك الوحش اللي كيتكرفص عليها بالرحمة بقيت على هذا الحال وديما كنت صبر رأسي بللي اللي غايجي حسن اختياش من نشش فيه ايش نوري جاي حسن مجايات تخر يا حسن كانت على قطيف الدار كما قلت لك غير مزيانة مع أخوه صافي حتحنين فيها ونختلفة اليوم تكفي كيفه جدير من جدر يقولوا كل دار فاكي دار ولكن الدار كان كل شي كيادر إلا أخوهم صغير واحد نار كان الدار خاوية وأنا طبعا قلصة أخدامه كان جفف طلقة موسيقة وخديت راحشي كنت لابسة تلك البيجامات اللي كيبينو شوية مفاتي لأنت لتلك المفاتي مصوكي تكشب الياد ختنا معرفتم شو ما شو كيبينو في كومنتر كان جفف بيدي وانت عارف ديكل البوزيسيون كي دير ولا الفريزة عارفنا كي دير هو ديكل البوزيسيون احنا عارفنا كي ديره ولكن ما بغناش نعرفو كي دير ديكل البوزيسيون اختيارك قاسر بعدي عن هذا الشي حتى دخل خوب لما نحس أبقى حاضيني اللي خفنا والله لقد بغيت نقولها قبيلة انا معادرت نشوف تخلات وقال لي اسمحي لي غير انا لا اصاب مش مشكلة عبتدك النكتة ديها ديكل اللي بكفلات في الطوبيس وواحد يقول لها يا را عندي باش كملت تي كي والطوبيس كافيه صحام وغاديرك عارفك صحام وشي كي بوانتي على شي ويدرب الطوبيس وحد الفران ويدخل فانيت مني دارت قلت اه ايوه وقل لي لا لا اختها انا وصولت واش نوجد لك ما تاكل قل لي لا لا حتى تسالي غاي صايبيش حاجة خفيفة مشاقل اسفق واحد الفوتاي شو واقع اللي بغيت تقول لي صداري ديال واحد حتى بحالة العائلات ما كيكوش عندهم فوتاي وبقيت تفرج انا حسيش بما عنده حتى غرد تلفازة والتلفازة الواحدة اللي كتهمه هي تلفازتي وكتضحكيان يا شوف رأييلي كتش بدال شي انا لحد الان غاقين قرب ما تنسوش السيدة اللي كتعود الدبر عند الاموست 30 نعم بقيت كانت تأوش قدامه ومشيت نمسحت تلفازة وحسستيش بدرجات حرارته وصلات حتى الحدايا وشوف ادل براوشها ديال ما نسألاش شوية مشيت الكوزينة باش نقدله ما كلتو اهو حتى جلسة قلية كان ذاك الشفرة مشات عين ما عرفناه اشتراك وكيفاش وقعناه في المحضور هادي ما شيري يالله قالتلك هي مشات ما كتتغزل فيه ولا ما عارس لا بقيتك ما عرفات كيفه اقا انا كنتسمحوا له عم ما نقول علىه ولو الله هذي الدراري ولكن اخويا يالله بكل صراحة را كانت خيانة مشروعة بالنسبة لي عاد وليت كنحس براسي وانتا اوه دخلت مع اخوه في علاقة ولينا نبغو بعضياتنا الواحد دراجة را تفوت الخيال والحب ديالنا خليناه مخبب ينسير وما كان جامعنا غير ذاك شي كأساس كان جامعنا كما قلتلك حب والويام وهو كان كي حناليا بزا قدرت معا ثلاث سنين وانا في الحبس والعداب وكتكن شرب حبوب من الحمل اللي كانك يجيب لي اخوه هتقول لك يغير منه لا لا ما تكون مسلسالة انا وكان ديما كيكره راسه يشوف اخوه معايا وكتكن صبره نقول لي ما بقور واندير 18 عام وانمشي لدارنا وديك سان تزوجه واناوية وديك الشي اللي كان دير 18 عام وانمشي لدارنا غضبانا وقلت للوريد قاعدك العداب اللي دازع لي وخمشي كان جديد عليه ولكن وصلت لي الصراحة دي المياه في المياه حتى تقبل توقعك كراعي ومن بغيش يبقى مع الدب وكيف يفكر فيها و اول مرة كان نشوف الواليد تصاخط و العروقة دي الراسه وخرجوا ليه وغوت عليها لشي ما كنتيش كتقولي ليه قبل و اول ضحايا كانت هي الام ديالي عطاها قتلى ديال لعصا حتى في الصراحة قلت ليه رامنيكت كان جي نبغين تشكك كانت ماما يلي ولك تطلق عليها وتوصيني وتعود توصيني وتغوت عليها وقال ليه بنتي ديري اللي بغيتي واللي تسلكك انا معنا وكنت غاديا نرفع دعوة قادائية كلما كانوا يبوسوا لي الرجلين وفي نفس الوقت كنت خايفة لشي وحدين من عائلتي مشوفها ولكن هو وعائلته مني عارفوا شنو يقدر يطلع ورع داجاتهم تأخرشت واحد النار تلقيت بخوه وقال ليه طلب ليه 20 مليون قاعد باش ما تديريش قادية وليت نمشيوا بالأوروبا لنأخذوا جوش كونترات هاد الفكرة عمرها تحت ليه في دماغي وكانت في صراحة زوينة ذاك الشي اللي كان اخديت فلوس ومدعيتوش وقلت للأب ديالي باللي غا نخوي البلاد كانت الوجهة فرنسا دولة الحق والقانون رغم انا يمكن تفهمش مع الرأي دير بزافة الناس هنا ولكن ما نحقهم احنا في بلادهم حتكون بغي تكون بقيت في مغرب ذاك الشي اللي كان خدينة غارات لعدنا باسبورات الفيزا ولكن الصراحة ذاك العداب وذيك الجمرة اللي كانت فيها بقى مدازت وننهز التليفون ديال زوجي السابق وإلى صح التعبير المغتصب قلت لي قالوا مع سمع صوتي فرح يصحب لي مسكين بليت ندم معي الحال وتتوحشته بريت نسمع صوته ومع تردلي فلوسه حتا كنفاجئو بالليقاء المدة اللي أنا معها كنت كنشارك الفراش ماخو وكنت كنبغي خوه وأحسن أوقات دوسهم في ذلك البريودة كنت مع أخوه تخيل السيد تصدم وبحالة تزيزن كنت كنت تمنى نكون واقف قدامه ونشوف وجهه كيف كان وفي ذلك اللحظة كنت أخوه دي جاهز حواجه وقدرنا نطلقه وفي كازا باش نقلسو تماما بما جاء وقت طيارة ومشينا الفرنسا وقصة طويلة تماما ولكن دا بعيشين مرتاحين باقين بجوج باقي نبغي بعضياتنا وده بعدنا جوج وولاد والمغريب بحالشي ورقة محروقة عندنا ما كان نمشي وش ليقع وانا التوحشت الأب ديالي ولي الام كان نجيبهم عندي وفايت جبتهم وجدت نشارك معاكم قسين تمنى تكون عجباتكم وما كرات نسمع الرأي ديالك كل الرأي ديالناس ووش هاتشي اللي درنا غلط ولا جريمة ولا شي حاجة خيبة حس التساؤل ولي باقي ديما في باقي الحمد لله بدأ منيشنا لها هي لراجلة جديدة بدأ فرحانين في بلاسة مزيانة كل شي باخير وما بقيتش غفضي كل الحالة اللي كانت في نسبة لي هذا أرباح أنا ركتك نعطر رأي ديالي وانا كنقرف القصة ولكن نشوفو بلاي كومنتر فخليوا ليها شنو كنتو غير تديروا في بلاسة وكيفاش كيبال لكم دك الشي ما تنسوو اللي بغاء ابل على كندا النمر التحت الواتساب اللي بغيت تتريزرفة معايا اشتركوا في الشيء اللي باقي ممابونيش وارتجي الفيديو مع أصحابك ونشوفك في الفيديو الجاي باباي